عدن تتجه نحو مزيد من تكريس الفوضى والعنف فقد أفاق موظف ميناء الزيت الواقع في مديرية البريقة إلى الغرب من مدينة عدن على وقع اشتباكة عنيفة بالرصاص بين عناصر من اللواء الرابع حماية منشآت وعناصر تابعة للحزام الأمني الحصيلة الأولية لهذه المواجهات تشير إلى سقوط ما بين قتلين إلى ستة قتلى وعدد آخر من الجرحة معظمهم من اللواء الرابع حراسة منشآت حصيلة تراكم الفجيعة بقدر ما تراكم الفشل في هذه المدينة التواقة إلى الاستقرار والهدوء وانتظام الخدمات وعودة الحياة الرواية الأوثق بشأن هذه الاشتباكات تفيد بأن الحزام الأمني المدعوم من الإمارات فاجأ حراسة ميناء الزيت بهجوم مسلح الهدف منه سيطرة الأمنية على ميناء الزيت دون أي إشعار مسبق بذلك على الفور حلقت طائرة أباتشي إماراتية فوق ميناء الزيت تحليق فسره بعض المراقبين بأنه إسناد لمهمة الحزام الأمني في حين أفادت مصادر إعلامية إماراتية بأن تحليق الأباتشي خطوة هدفت إلى فضل اشتباك الذي لا يزال يتكرر بصورة متقطعة فيما لا يزال الصمت الحكومي المطبق إذا هذه الأحداث هو سيد الموقف على الرغم من تداعياتها الخطيرة على الصلاحية السيادية التي تستهدف كل يوم وفقا للمراقبين ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من منع وكيل محافظة عدن أحمد سالمين الذي كلفه رئيس الحكومة مؤخرا بالقيام بأعمال المحافظ من دخول مبنى المحافظة في المعلى وبعد أيام قليلة من اندلاع مواجهات في التواهي بين جماعة مسلحة بدافع السيطرة على السوق والاستئثار بالجباية في عدن تعالت الأصوات المحذرة من استمرار الفراغ في هرم السلطة المحلية والذي يتسبب في إهدار ما يقارب 60% من موارد المحافظة ويهدد بانهيار منظومة الحياة في العاصمة السياسية المؤقتة للبلاد ترجمة نانسي قنقر